معكم مشاهدين في إطار هذه التغطية للسعراض أبرز ما جاء في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن العدوان على قطاع غزة مع ضيفنا محيث الكاتب الصحفي السيد وائل عواد تفضل وائل أهلا بك عزيزي والمستمعين غدا السبت هو السبت السادس منذ السابع من أكتوبر يعني منذ بداية العدوان على غزة نبدأ في لقاء مع ليبرمن ليبرمن هو رئيس حزب إسرائيل بيتينو يعني إسرائيل بيتنا يمين معروف سألوا عن رأيه بمعادلة وزير الأمن جلانت الذي يقول بأن المزيد والمزيد من رضاق طالح حماس سيؤدي إلى تنازلات من قبلهم سخر ليبرمن من جلانت وأيضا سخر من نتنياهو قال أليس هداني لداني ثرثرا كثيرا منذ بداية الحرب أنه لا هدنة ولا إدخال وقود إلى غزة قبل أن يقابل أو يقابل مفدوس طريب الأحمر الأسرى الإسرائيليين في غزة سخرى أكثر وقال أين تصريحاتهم لا حديث مع حماس قبل أن يعود الأسرى إلى بيوتهم هذه حكومة لا تصمد بضغط دولي حسب قول ليبرمن إذن ليبرمن ضد نتنياهو وجلانت بل ويسخر منهما ثم استمر بالاستهزاء بنيتنياهو وقال عنه هذا نتنياهو نفسه الذي أطلق صراح ألف أسير فلسطيني في صفقة سابقة أخرج السنور من الأسر أدخل شنطات من الدولارات لحماس هذا لا يستطيع أن يكف الضغط ليتوقف عن الثرثرة والتصريحات أكبر منه بكثير سألته المزيعة يعني يا رجل هذه مطالب أمريكية والهدف منها من قبل إسرائيل هي كسب الوقت لكي يعطون الأمريكان المزيد من الوقت لكي نقضي على حماس قال إذا كان الأمر كذلك إذن لماذا يتفلسفون ويدلون بتصريحات وكأنهم أبطال من أول حرب مدام لا يستطيعون الوقوف أمام الضغط الأمريكي والدولي على الأقل ليرحونا من أصواتهم وعن ترياتهم عن ترياتهم هاي ترجمي تلخص اللي كانوا من عندي المهم قال ليبرمن كان معنا أوراق إدخال وقود لغزة هدنة إطلاق صراح مقابل قسم من الأسرة الآن معنا بأننا فقدنا الأوراق التي معنا إذا تمت الأمور ومرت الصفقة التي يتحدثون عنها إذن حسب رأي ليبرمن كيف سنضغط على حماس يلمح بأن حماس حتى الآن انتصرت أيضا في لعبة الأوراق الضغط على نتنياهو وعلى جلانت وزير الأمن ننتقل الآن إلى فيديو ثاني والذي هو عمليا أيضا فيديو غاضب سموتريتش وهو عضو بالحكومة يميني معروف استيطاني قال لما سمع أن هناك شاحنتين تحملاني 60 ألف لتر من الوقود قال هذه مصيبة طبعا هو يعرف أن هذه النسبة هي فقط 3% مما يحتاجها القطاع والحديث أن هذه الكمية هي لشاحنات الأونر وفقط لغير ولكنها طبعا بالنسبة له مناسبة للمزاودة على نتنياهو وفتحة لحملة انتخابية كي يلملم أشلاء أصواته التي تقول استطلاعات الرأي أنها تبعثرت سموتريتش قال أنه يطلب إدخاله لحكومة الطوارئ لكي يؤثر عليها من الداخل وحسب قوله لكي يمنع قرارات كهذه في الاستيديو علقت إحدى المحللات أن علانة أن يختار إما تصريحات سموتريتش وبين كفير وكلاهم الكثير وإما أن يختار أمريكا بطولها وعرضها إما أن يرضي سموتريتش وإما أن يرضي البيت الأبيض كل المحللين يقولون أن الدعم بين كسين الإنسان الطفيف وصفوه ملبسي وصفوه حرفياً قالوا هذي ملبسة لإسكاة البيت الأبيض مقابل استمرار الحصول على الدعم ولكي تطول الحرب ننتقل الآن إلى الفيديو الثالث نرى تركيز إعلامي هذه الأيام على مسيرة أهالي المخطوفين غداً مساءً ستصل بيت رئيس الحكومة في القدس والحديث أن عشرات آلاف المتضامنين مع هالي المخطوفين انضموا للمسيرة فيما بادأ الحديث بشكل أوضح أن الحكومة الحالية فشلت في حل مشكلة الأسرة بعد الكثير من الوعودة كما عرضت القناة عدد صفرات الإنذار نتيجة رشقات الصواريخ من قطاع غزة وأعتقد بأنها أرقام ملفتة يظهرون انخفاضاً وفق أرقامهم الأسبوع الأول دوت 3523 صفارة إنذار في الأسبوع الثاني للحرب كانت 818 صفارة إنذار ثم بعدها 795 يعني حوالي 800 وفي الأسبوع الرابع حوالي 600 صفارة إنذار وبعدها حوالي 400 صفارة إنذار وفي هذا الأسبوع أقل من 250 صفارة إنذار بشوي يعني بتحدثوا عن انخفاض في الرشقات الصاروخية وصفارات الإنذار طبعاً في الإعلام الإسرائيلي يحللون أن هذا بفضل الضربات التي وجهوها لحركة حماس وهناك تحليل آخر يقول أن حماس تهدئ عمداً لأنها تريد إدخال المساعدات الإنسانية وقضية الأسرة ننتقل إلى فيديو رابع أيضاً يتحدث عن موضوع صفقة الأسرة تذكرون قبل حوالي ثلاث أيام كان هناك تفاؤل في كل استوديوهات بأن الصفقة هاتي على محالة وفق حديثهم كان اليوم يجب أن تكون صور لإطلاق صراح عشرات الأسرة ولكن الآن يفسرون لماذا يتأخر ذلك بسبب خلاف جدي داخل مجلس الحرب بهذا الموضوع يؤكدون أن وزير الحرب جلنت ورئيس الموساد ضد الصفقة وأيضاً معهم الجنرال الجيش ومع المزيد من الضغطة لحماس بينما كانس وأرية جرعي وبقية الوزراء مع أن تتم الصفقة بالصورة الحالية وهناك حديث كيف سيكون واجههم أمام المجتمع الإسرائيلي إذا رأوا بأن هناك مجموعة من الأطفال والنساء والعائلات عادوا بينما عائلات أخرى تريكوا ضمن أي حساب حسناً يسأل السؤال ما هو موقف نتانياهو نتانياهو لم يعلن عن قراره بهذا الموضوع بعد هل هو مع الصفقة أم ضدها وفي الإعلام أيضاً فإن في يد حماس أربعين طفلاً وثلاثة عشر أمان وفي حماس حسب الرأي الإسرائيلي يريدون الفصل بين الأمهات والأبناء بينما إسرائيل طرف ذلك رفضاً قاطعاً أمر مذهل قاله المحلل أمن أهرموغت قال بأنه عشنا ونتبه للجمعين قال عشنا 74 عاماً مع الإرهاب من وجهة نظره إذا بقي الوقت الوضع هكذا سنعيش 74 سنة أخرى مع الإرهاب قال يبدو أننا سندمر اقتصادنا ومجتمعنا قبل أن نستطيع أن ندمر حركة حمال هذا معلق يمكن هو الأهم والأقدم بكل المعلقين الموجودين بقول إذا الوضع استمر هكذا يقول أحدهم حسب وصفه سندمر اقتصادنا ومجتمعنا قبل أن ندمر حركة حمال حسب رأي قلبه قوي كيف يسترجي يصرحيك في أيام حرب لأنه بتكل هذه الأصور الآن إلى الفيديو الخامس والذي يحمل أكثر من موضوع عملية أولاً وفق أرقام إسرائيل لقد قامت بتدمير 300 ألف بيت حتى الآن شحطين تحت حتى الآن يقولون بأنه على الأقل على الأقل يحتاج شمال قطاع غزة إلى خمس سنوات حتى يبنى فيه مناطق تحتاج إلى عشرين عام وقالوا بأن قائد القوات الجنوبية كان اليوم في مستشفى الشفاء وخرج للإعلام وقال وجدنا أنفاق تحت مستشفى الشفاء وهي أدعي بأنهم تفاجأوا من حجم الأنفاق ألا برأيكم فرجونا إيش من الأنفاق جواب لا أي معلومة فيها دقة غير هذا الكلام الجواب لا بالاستيديو صدقوا كلامه طب سعلوا الصور طبعا لا لأن الإعلام الإسرائيلي هو جزء عمليا من آلة الحرب في فترة الحرب كشفوا خلال النشرة وهذه قد تكون معلومة مهمة بأن اليوم هناك مجموعة من أهالي المخصوصين التقوا مع مسؤول قطري طبعا لما يذكروا اسمه هو أحد أعضاء له علاقة بالمفاوضات بصفقة التبادل وقال أحد الأهالي الذي شارك في اللقاء أن الطرف القطري قال لهم أن السبب من عدم أو بعدم إتمام الصفقة هم الجانبين هكذا وفحصنا جمع القطري هاي نقل لما كان في الاستيديو وقال بأن المفاوضات تدور على التفاصيل الصغيرة الصغيرة وتتعثر بسببها نعم سيد وائل على فكرة نعم سيد وائل هناك تطورات جديدة في دير البلح وسط قطاع غزة سنعود لك الآن مجددا كان هناك مؤتمر صحفي لمدير المستشفى شهداء الأقصى حول اغتيال مدير المستشفى لوفاء الطب لرعاية كبار سنعود لك مجددا سيد وائل سنعود لك مجددا سيد وائل تفضل سيد وائل أكمل ما كنت تحدث عنه كنت أقول بأنه المحلل العسكري لم أسمع تفضل المحلل العسكري كنت أقول في صحيفة آرتس عاموس هرئيل قال في مقاله اليوم أن حماس تطالب بهدنة لخمس أيام من أجل تنفيذ الصفقة بينما وفقت إسرائيل على هدنة لثلاث أيام فقط ونقل عن مسؤولين سيد يعني الخلاف عيومين حسب قوله ونقل عن سياسيين إسرائيليين قولهم أن موقف رئيس الحكومة بنيمي نتنياهو في موضوع الصفقة ينطوي على حسابات سياسية داخلية ولذلك هو يماطل في اتخاذ القرار يعني هو أيضا يعتقد بأن نتنياهو يدير من الآن حملة انتخابية وليس معركة وأضاف أن المصيبة هي أن الوضع ليس جامدا ففي القطاع تسود فوضى في الحرب وقد تشتد إذا انتشر القتال إلى مناطق أخرى أيضا ولا يوجد أي يقين في إسرائيل ببقاء المقطوفين الذين لا يزالوا على قيد الحياة وأضاف فيما يتعلق بالخلاف داخل الكابينيت أنه بالإمكان تقسيم الوزراء إلى متفائلين ومتشائمين وقال أنت متفائل وهو يؤمن بأنه يجب الضغط على حماس أما محلل صحيفة دعوت أحرنوت فقال أن نتنياهو كان يماطل في اتخاذ القرار بشأن صفقة التبادل لكن بالأمس بلز تغير في موقف نتنياهو ربما بسبب ضغط أمريكي وربما بسبب الضربة التي تلقاها في استطلاعات الرأي في الأيام الأخيرة وأنها بالقول ليس مؤكدا أن الصفقة ستنفسد وفي نهاية المطاق سندفع الثمن والسؤال هو إذا كنا سندفع الثمن الآن أم أن هناك ثمن آخر زائد ستدفع إسرائيل بسبب صعوبة اتخاذ القرار داخل المجلس الأمني المسلطة أخيرا إلى الفيديو الثالث فتمت معلومات تقنيه في موضوع الإسراء بس حلو نسمعها بأنه يقولون أن إسرائيل أرسلت اليوم ردها الرسمي لقطر وقطر ستنكل غدا لحماس وهو أنها لن تقبل تكسيم العائلات تريدهم كلهم دفعة واحدة إسرائيل أضافت في مقترحها أنها مستعدة الآن لتمديد أيام الهجنة وإذا وافقت حماس على اقتراحها وقالوا في النشرة أنه أثناء نقاش داخل الحشومة خرج نتنياه من النقاش اتصل ببايدن كبيره وطلب منه أن يتدخل للضغط على القطريين لكي يضغطوا على حماس وبعد ذلك حسب أقوالهم ارتفع عدد الأسر الذي حماس مستعدة للدفاع عنهم من خمسين إلى سبعين وقالوا أن حماس قطعت الاشتصالات في ثمانية واربين ساعة الأخيرة ولكن من المفروض أن يتجدد ذلك غدا إلى هنا أعلم أشكرك جزيلا شكر الكاتب صاحبكم تبعنا من الحياة